موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في أخبار ثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي والبداية بأبرز العالم موسيقى رئيس الدولة ونائبه يبعثان برقيات تهنئة لدوغ لوكسنبرغ باليوم الوطني لملاده موسيقى قبل قمة أوروبية لبحث ضمام أوكرانيا للاتحاد بوتين يصف العقوبات الغربية بالمسيسة ويدعو لتعزيز العلاقات مع دول بريكس موسيقى أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسنبرغ الكبرى وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي زافيا بيتل رئيس وزراء دوقية لوكسنبرغ الكبرى استقبل اسمو الشيخ عبد الله بن زيد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي بوكدان أوريسكو وزير خارجية جمهورية رومانيا جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والمستجدات في المنطقة وتبدلا وجهات النظر بشأنها قال بيان مشترك صدر عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة أنقرة إن الجانبين قررات عميق التشاور والتعاون في القضايا الإقليمية من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة وأكد البيان عزمهما إطلق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسة والاقتصادية والعسكرية والأمنية وابدأ رغبتهما في العمل على تطوير مشاريع الطاقة والتعاون السياحي كما اتفقا على تفعيل عمل مجلس التنسيق السعودي التركي ورفع مستوى التعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك نقف الآن معكم عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي تدخل شهرها الخامس يستعد قادة دول الاتحاد الأوروبي لتصنيف كل من أوكرانيا ومولدوفا كمرشحين رسميين لعضوية الاتحاد الأوروبي في قمة تستمر يومين في بروكسل اليوم غدا وتأتي هذه الخطوة الرمزية للغاية بعد أشهر من الضغط من جانب أوكرانيا وجارتها مولدوفا لبدء عملية طويلة للانضمام إلى التكتل المكون من 27 عضوا ويمكن أن تستمر عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهي عملية معقدة من الناحية القانونية لعدة سنوات تجتاز خلالها الدول الطامحة إلى الانضمام له عددا لا يحصى من المتطلبات حتى يتم اعتبارها مرشحا مقبولا ويتطلب قرار منح هذا الوضع إجماعا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في سياق متصل قال المستشار الألماني أولاف شولتس قبل اجتماعات مرتقبة لمجموعة دول السبع وحلف شمال الأطلسي إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا ما زالت بعيدة وأكد شولتس أمام النواب الألمان أن مفاوضات السلام ما زالت بعيدة لأن بوتين ما زال يعتقد أن بإمكانه إملاء السلام داعيا حلفاءه إلى الاستمرار في دعم كييف من خلال العقوبات وتسليم الأسلحة لأوكرانيا الحقيقة هي أننا بعيدون عن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لأن بوتين لا يزال يؤمن بإمكانية إملاء السلام بعض المشاهد في أوكرانيا ذكرتني بصور المدن الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية وبأوروبا التي مزقتها الحرب في ذلك الوقت أوكرانيا تحتاج الآن إلى خطة مارشال لإعادة البناء من جهة أخرى دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات مع دول بريكس على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي تضرب الاقتصاد الروسي بسبب الصراع الأوكرانيات ذلك فيما قال البيت الأبيض أنه يعتزم زيادة الضغط على روسيا في قمة مجموعة السبع الصناعية المقبلة في ولاية بفاريا الألمانية تعزيز العلاقات بين دول البريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا توجه روسي أكده الرئيس فلاديمير بوتين بوتين الذي يسعى إلى إيجاد بدائل للأسواق الغربية استنكر أمام المشاركين في منتدى بريكس الاقتصادي عشية قمة افتراضية فرض عقوبات جديدة وصفها بأنها ذات دوافع سياسية خطوة فعلية لدعم الشراكات مع دول بريكس التي وصفها بوتين بالشريك الموثوق ومنها الهند والصين فإضافة إلى ارتفاع شحنة النفط الروسي والتعاون الزراعي أكدت موسكو أن محادثات جارية بشأن افتتاح سلسلة متاجر هندية في روسيا وزيادة حسة السيارات الصينية في السوق الروسية وتسعى روسيا أيضا إلى تطوير آليات بديلة للتحويلات الدولية وعملة دولية مع شركائها في البريكس بهدف خفض الاعتماد على الدولار واليورو من جانبه دعا الرئيس الصيني شيجينك بينغ إلى التضامن والتعاون لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي الذي تتهدده الجائحة وتحديات أمنية وانتقد العقوبات قائلا إنها سلاح ذو حدين ورغم الانتقادات لسياسة العقوبات أكد البيت الأبيض أنه يعتزم زيادة الضغط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا في قمة مجموعة السبع الصينعية التي ستنعقد نهاية الأسبوع في ولاية بافاريا الألمانية بخضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن المقرر أن تطرح واشنطن عددا من المقترحات التي تستهدف إظهار دعم مجموعة السبع لأوكرانيا في القمة وبينها فرض مزيد من العقوبات من قبل الشركاء الغربيين وخلق منافذ للسوق الروسية يبدو العالم متجها بقوة نحو انقسام اقتصادي حقيقي وثنائية قطبية قال دبلوماسيونة بمجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش قد يجتمع قريبا مع ممثلي روسيا وأوكرانيا في تركيا في محاولة لتأمين تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود وأوضحت دبلوماسيونة أن المحادثات أحرزت تقدما كبيرا بما يكفي لكي يتفاوض جوتيرش مع موسكو وكييف مباشرة ربما الأسبوع المقبل أما ميدانيا فوصيبت منشأتان ضخمتان في مدينة ميكولايف بأوكرانيا مخصصتان لتخزين الحبوب والزيوت النباتية ويتم تصديرها عبر ميناء المدينة وصيبت بقصف صاروخي روسين اليوم بحسب ما أعلنت الشركتان المشغلتان للمنشأتين وقال متحدثهم باسم إحدى الشركتين إن الخزنات المخصصة لتصدير الزيوت النباتية في الميناء التجاري في مدينة ميكولايف تضررت بضربة صاروخية أسفرت أيضا عن إصابة شخص بجروح طفيفة وأضاف أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في اثنين من خزاناتها وتضرر خزان ثالث النشر مستمرة معكم فيها خلال زيارة إلى طهران لابروف يؤكد أن روسيا تدعم بشكل كامل أحياء الاتفاق النووي مع إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد وقبل موصلة النشرة تفكير بأبرز العنوين رئيس الدولة ونائبه يبعثان برقيات تهنية لدوق لوكسنبرغ باليوم الوطني لبلاده قبل قمة أوروبية لبحث انضمام أوكرانيا للاتحاد بوتين يصف العقوبات الغربية بالمسيسة ويدعو لتعزيز العلاقات مع دول بريكسن إذن بالعودة لتطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الفرنسية فاريس المحلل السياسي سيد ميشيل أبو نجم أهلا وسلم بك سيد ميشيل معنا وأبدأ معك بعملية انضمام كييف للاتحاد الأوروبي فالزخم مستمر بهذا الاتجاه ولكن ما نتيجة ذلك على واقع الأزمة الحالية خاصة أن عملية الانضمام قد تستغرق أعوام؟ نعم بداية هناك عدة ملاحظات حول هذه المسألة المسألة الأولى هي أن أوكرانيا قبول عضوية أوكرانيا قبول أن تكون أوكرانيا مؤهلة لفتح مفاوضات معها هذا تم بوقت سريع للغاية عادة هذه الأمور تأخذ عدة سنوات ولكن مع أوكرانيا هذا أخذ عدة أشهر ليس أكثر من ذلك هذه نقطة أولى الثانية أنه كانت هناك تحفظات على أوكرانيا منها من فرنسا من ألمانيا من البرتغال من هولندا من الدنمارك وغيرها من البلدان ولكن الحرب الروسية على أوكرانيا دفعت هذه الدول إلى سحب اعتراضاتها واليوم سيتم قبول أوكرانيا كعضو مرشح للمفاوضات بشكل إجمعي نقطة ثانية النقطة ثالثة هذا لا يعني أن أوكرانيا عمليا ستكون عضوا هذه الأمور كما ذكرت ستأخذ سنوات سربيا تفاوض منذ عشر سنوات تركيا منذ عشرين سنة إلى آخره وبالتالي ليست هناك من فوائد مدية مباشرة إنما الفائدة هي فائدة سياسية من جهة وتأكيد انتماء أوكرانيا إلى الأسرة الأوروبية ما يوفر لها دعما أوروبيا متزايدا وهنا أشير أن ثلاث قمام قمة أوروبية قمة لمجموعة السبع قمة الأطلسي ستتم في الأيام القليلة القادمة القمة الأوروبية ستبدأ اليوم وكل ذلك سيصب في المسألة الأوكرانية ما الذي يمكن أن يصدر عن الأوروبيين بالطبع القبول كما ذكرنا ولكن تأكيد الدعم الدعم الاقتصادي الدعم المالي واليوم بدء البحث بخطة إعادة أعمار وكلفية وشروط هذه الخطة التي يتعين قيام بها سيدة ميشيل زلينسكي يعني يربط استمرار تدفق الأسلحة على أوكرانيا بمسألة انضمام كييف لهذا الاتحاد هل الدول الأوروبية أيضا تنظر للمسألة بنفس المنظور نعم في الواقع الدول الأوروبية لم تنتظر انضمام كييف حتى تبدأ بتزويد القوات الأوكرانية بالسلاح كان هناك تردد كبير في البداية كان فرنسيا وألمانيا ومن دول أخرى لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجمية اليوم كافة هذه التحفظات زالت بسبب الضغوط الأمريكية بسبب الضغوط الأطلسية فرنسا تقدم منظومات متفعية متقدمة للغاية ألمانيا أيضا والدول الأخرى كل ذلك واضح ولكن أعتقد أن ما سيكون العامل الحاسم الميدانيا ليس السلاح الأوروبي بل هو السلاح الأمريكي والبريطاني عندما أقول أوروبي أقول الاتحاد الأوروبي بريطاني لهم خارج الاتحاد ما تقدمه بريطانيا وما تقدمه الولايات المتحدة هو الذي يميز اليوم القوات الأوكرانية المسلحة عما كانت عليه في بداية هذه الحالة وفي أي حال فإن الرئيس زيلنسكي يستخدم كل المنصات وكل المنابر لاستمرار الضغط لمواصلة الضغوط على شركائه الغربيين من أجل الحصول على مزيدة الأسلحة لأنه يعتبر أن الحرب التي تتخذها أوكرانيا ليست حرب أوكرانية فقط وإنما هي حرب الغرب والديمقراطيات بشكل عام نعم صحيح سيد ميشيل ننتقل معك إلى ملف آخر ملف العقوبات على روسيا موسكو الآن بدت تبحث عن أسواق بديلة للسوق الأوروبي كما جاء ذلك تحديدا في كلمة بوتين في قمة بريكس ما مدى نجاح ذلك وهل هذه الأسواق بالفعل قد تغني روسيا عن السوق الأوروبية نعم بداية هناك ملاحظة عامة العقوبات الأوروبية والأمريكية والغربية بشكل عام التي يضاف إليها أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان هذه العقوبات كان غرضها إضعاف الاقتصاد الروسي إلى درجة دفع الرئيس بوتين إلى تغيير حساباته ووقف عملياته العسكرية هذه الضغوط لم تنفع إذا كان هذا هو الهدف لماذا؟ لأن الحرب اليوم دخلت شهرها الخامس ومازالت المعارك قائمة وهناك توقعات بأن تستمر هذه الحرب إلى أسابيع وشهور إن لم يكن أكثر من ذلك إذن الهدف الرئيسي من هذه العقوبات لم يتحقق لماذا؟ لأن روسيا نجحت في أن تجد أسواقا بديلة الاقتصاد الروسي يقوم على عاملين اثنين وليس أكثر من ذلك العامل الأول هو صدرات النفط والغاز والعامل الثاني هو صدرات السلاح صدرات السلاح ما زالت تتضفق لزبائن روسيا أما مبيعات النفط والغاز فإن النفط ستتوقف بالنسبة لأوروبا سيد ميشيل بشكل سريع نهاية هذا العام إذن كما تقول بحسب كلامك سيد ميشيل بأن روسيا لم تتأثر حتى الآن بهذه العقوبات إذن هل نتوقع إذا تمت زيادة هذه العقوبات بحزمة سابعة هل ستتأثر روسيا مباشرة حاليا بشكل مختصر سيد ميشيل نعم بالطبع العقوبات المفروضة اليوم على روسيا هي أقصى عقوبات تعرضت لها روسيا نذكر هنا أن روسيا ضمت شبجة زيرة الكرم عام 2014 وهناك عقوبات فردت عليها ولكن لا يمكن مكرنتها بهذه القوبات الراهنة التي شاملت كافة القطاعات التجارية الصناعية المالية الإنسانية وغير ذلك ربما هناك سلة أخرى من العقوبات ستدرس في مجموعة السبع وربما أيضا داخل الاتحاد الأوروبي ولكن ليس هذا مؤكدا في الوقت الحاضر ما أفاد روسيا أنها استطاعت أن تجد أسواقا بديلة كانت في الصين أو هند وتوثيق علاقاتها ورفعها مع دول البريكس التي تضم أيضا أفريقيا الجنوبية والبرازين ولكن ما أريد أن أقوله أن هذه العقوبات ستأتي أقولها لاحقا لأن كلما زادت فترة الحرب كلما زادت هذه العقوبات تأثيرا رغم أن اليوم الربل الروسي هو الأقوى بالنسبة للدولار منذ سبع سنوات على الأقل شكرا لك على هذه المداخلة وهذا التحليل الواضح من باريس مباشرة المحلل السياسي مشيل أبو نجم شكرا جزيلا لك قال وزير الخارجية روسي سرغيلا فروفا في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإيراني في طهران إن موسكو تدعم بشكل كامل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى ومن جانبه ألقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان باللوم على واشنطن في تعطل المحادثات التي بدأت قبل أكثر من عام في فيينا ودع إلى رفع جميع العقوبات الأمريكية من أجل إحياء الاتفاق النووي على حد قوله بدأ الرئيس اللبناني ميشيل عون صباح اليوم استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان ويسمي رئيس الجمهورية الشخصية التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات النواب ولم يحصد أي فريق أكثرية مطلقة في البرلمان اللبناني الذي شهد للمرة الأولى دخول 13 نائبا جديدا هذا ويقع على عاتق الحكومة الجديدة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو ثلاث سنوات إذن للمزيد من المسجدات تنظم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا غيدة جميل أهلا وسهلا بك غيدة معنا وما هي المسجدات مع بدء هذه الاستشارات نيابية نعم يسرى بعد حوالي الربع ساعة تستكمل الاستشارات النيابية في قصر بعبدة الجولة الأولى أقفلت على أقفلت على 31 صوتا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي و14 صوتا للمرشح الثاني وهو السفير نواف سلام مع حوالي 26 ورقة بيضاء أي التصويت لا أحد الكتل النيابية اليوم تدخل إلى رئيس الجمهورية وتؤكد أو تسمي من هو رئيس الحكومة المقبل كل الترجحات تقول بأن الرئيس نجيب ميقاتي سيعاد تكليفه ولكن السؤال الأبرز اليوم على هل سيتمكن الرئيس نجيب ميقاتي من التأليف اللافت اليوم بأن القوات اللبنانية التي تحتوي حوالي 20 نائبا لم تصوت للسفير نواف سلام وهو الشخص الذي رجحته معظم المعارضة اليوم في لبنان ومن بعد ما كانت في الاستشارات السابقة كانت القوات اللبنانية قد سمته هم قالوا بأن اليوم نواف سلام لم يبدي أي نية بدخول في المعترك السياسي وبالتالي صوتوا لا أحد نحن بانتظار استكمال كل الأصوات هذه الاستشارات التي ستستمر حتى الساعة الخامسة والسادسة من مساء هذا اليوم بتوقيت بيروت لتكليف بات معروفا اليوم بأن الرئيس نجيب ميقاتي سيحصد فوق الستين صوتا من عدد النواب هذه الولاي ستكون لأربعة أشهر من بعد سنكون أمام استحقاق رئاسي بانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد طيب غيدة وما هو موقف الشارع اللبناني هل التفاؤل سيد الموقف أم التشار البعض يعتبر بأن مكان كراوح هذه الحكومة الحالية التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي ستبقى كما هي هو قال بأنه سيقوم بإجراء بعض التعديلات على أسماء الوزراء أو بعض الحقائب إلا بعض الآخر يعتبر بأن اليوم لا أمل من هذه الحكومات فالرئيس نجيب ميقاتي هو من ضمن المنظومة السياسية وبالتالي كان يأمل بعض عدد من الشعب اللبناني بأن يحصل تغيير في هذا المطار مع تسمية اسم جديد لرئاسة هذه الحكومة شكرا لك على هذه التفاصيل من بيروت مباشرة مراسلتنا غيدة جويل شكرا جزيلا لك وإلى ليبيا حيث أكدت مستشارة الأمير العام للأمم المتحدة بشان ليبيا ستيفني وليامز قبول كل من رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من الثامن والعشرين إلى التاسع والعشرين من يونيو الجاري بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشان الانتخابات وكانت وليامز قد أعلنت عن انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة دون أن يتم إحراز تقدم وعقب ذلك دعت وليامز رئاستين المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أمس ترحيبه ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة التونسية هذا الشهر مضيفا أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في الأسبوع المقبلة حول برنامج القرض وتسعى تونس التي تواجه أزمة مالية للوصول إلى اتفاق مشان قرض من صندوق النقد بقيمة أربعة مليارات دولار في مقابل حزمة إصلاحات لا تحضى بقبول الاتحاد العام للشغل ومن بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق سلطات إقليم كردستان إلى الالتزام بالأحكام القضائية الخاصة بملف النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان وقال رئيس المجلس في تصريحات صحفية إن المحكمة الاتحادية هي جزء من القضاء العراقي وتؤدي عملها بشكل مستقل تماما عن الحكومة رفض الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية يعتبرها غير مبررة حتى الآن للخروج من الأزمة الناجمة عن الانتخابات التشريعية معلنا أن جماعات المعارضة أشارت إلى استعدادها للعمل مع حكومته بشأن مواضيع رئيسية وقر مكرون بأن الانتخابات البرلمانية أظهرت المشكلات الاجتماعية في فرنسا لكنه دعا أحزاب المعارضة إلى التخلي عما أسماه الاقتتال الداخلي وتجاوز الشؤون السياسية شل إضراب حركة السكك الحديدية البريطانية اليوم وسط مواجهة بين رؤساء النقابات وشركات إدارة القطارات والحكومة بشأن مطالب بزيادة أجور العاملين لتواكب التضخم المتصاعد وضعت النقابات حواجز حول محطات القطارات لليوم الثاني هذا الأسبوع محذرة من المزيد من الإضرابات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتحسين الأجور وتجنب تسريح العمال هذا وانتقدت الحكومة لإضرابات ووصفتها بأنها تؤدي إلى نتائج عكسية بحسب المسؤولين أفادت وسائل أعلام رسمية في بيونج يانج أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونجون واصل لليوم الثاني على التوالي ترأس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية وسط مخاوف من احتمال إجراء تجربة نووية وشيكة وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية تواصل فرق الإطفاء التركية لليوم الثالث مكافحة حرائق دلعت بغابات بولاية موغلا غربي البلاد وفقا لوكالة الأنضول التركية وضفت الوكالة أن فرق شؤون الغابات وفوج الإطفاء واصلوا حتى صباح اليوم مع مال إخماد الحرائق مع دعم جوي هذا وقال مسؤول حكومي أمس أن الحرائق تحت السيطرة إلى حد كبير رغم عدم الكشف عن سبب اندلاعها حتى الآن وقبل الختام هذه نظرة على أسواق المال الإماراتية واصعار المعادن والسلع والعملات في آخر جلسات التدامي ترجمة نانسي قنقر إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا معكم إلى ختام الثالث شكرا على حص المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر